اشتركوا في القناة يجب أن نفهم خطة ديكس المالية هناك عدة قضايا أخواني أولا يجب أن تفهم الخطة حتى تتولد لديك أنت نفسك الثقة بالشركة وقوتها وحتى تستمر بإذن الله تعالى معها ثم تكون قادر على بناء فريق فعال لأنه فهم الخطة التسويقية سيجعلك قادرا على البناء الصحيح ثم النمو السريع في بناء الفريق بصورة صحيحة لأنه أيضا فهم الخطة سيؤدي إلى زيادة الدخل بإذن الله تعالى مصادر الدخل التي ستأتيك من شركة ديكس إن العالمية هناك ثلاثة مصادر أولا مشترياتك الشخصية أنت تستثمر استهلاكك هذه المنتجات هي عبارة عن منتجات متنوعة منتجات استهلاكية وبالتالي أنت كنت تشتري من البقالة السوبر ماركت صيدلية المول هنا وهناك الآن تشتري منتجات من هذه الشركة وتستفيد عليها ماليا المصدر الثاني أنك تبيع من يستطيع وعنده المقدرة على أن يحقق مبيعات فنعم تعطيك شركة ديكس إن أيضا فوائد على المبيعات ورقم ثلاثة هو عمل المجموعة وهنا حقيقة يكمن قوة خطة ديكس إن في تبني نظام البيع المباشر من خلال تكوين فريق عمل تستطيع أنت وهذا الفريق تحقيق مبيعات للشركة وبالتالي الفوائد تكون كبيرة الفكرة باختصار أنت لديك شركة أمنت لك كل شيء أمنت لك سيستم للنجاح وأنت فقط تكلم لأقاربك معارفك جيرانك أصدقائك الأقارب الأباعد السوشيال ميديا أي أحد تدله على هذه الشركة وينضم ويشتري ستكافأك الشركة بفوائد أساسيات النجاح ثلاثة أساسيات أولا استخدم هذه المنتجات حتى تنعم بالصحة حتى تثق حتى تتكلم بقوة أيضا شارك الآخرين فوائد هذه المنتجات لاستخدامها تستفيد إن شاء الله تعالى أجر وأجر كما نقول واستقطب إذا أردت العمل بطريقة احترافية علم الناس حفزهم ابن فريق علمهم كيف يبنون فريق وبالتالي تستفيد أنت وهم إذن الفلسفة الحقيقية لنظام البيع المباشر والذي هو التسويق مع DXN أنك تتكلم الدعاية الشفوية مقابل مادي نحن نتكلم نحن نعمل دعاية شفوية لكثير من البراندات لكثير من الفعاليات للمطعم الفلاني للدكتور الفلاني للسوبر ماركت الفلاني لكن لا نستفيد هنا في هذا النظام أنت تأخذ مقابل هذه الدعاية الشفوية إذن فكرة التسويق هي بناء فريق أنت تأتي بناس تكلمهم يشتروا وبالتالي أنت روجت لهذه الشركة روجت لهذه المنتجات وبالتالي الناس يعني هذه الشركة حققت مبيعات والناس استفادوا وأنت استفدت كل رابح في هذا النظام الفرصة تبدأ من عندك من خلال استخدامك من خلال ثقتك من المنتجات اقتناعك فيها ثم تزكيتها للغير من الأصدقاء المعارف إلى آخره فالشركة تكافأ لأنها كانت ستدفع مبالغ للدعايات والإعلانات الآن أصبح الناس هم من يحركون هذه المبيعات إذن المبيعات تتحرك من ثقة الناس بعضهم ببعض وأيضا شركة تقدم لك برامج حتى تعلمك كيف تنجح مع هذه الفكرة ومع هذا المشروع نعم الآن الأرباح والعوائد التي تأتيك من شركة DXN هناك أرباح وعوائد كبيرة أخواني أرباح على مشترياتك كما قلنا أرباح على مبيعات أنت تحققها للشركة أرباح على مشتريات الفريق الذي تنشئه أنت الناس التي دلتهم على الشركة نعم أرباح على عمل هذا الفريق على غيرهم من الناس وبالتالي تستفيد أنت وهم أيضا الشركة تعطيك مشاركة أرباح دولية عندما تصل إلى رتبة الماسي مبيعات الشركة في كل دول العالم توزع نسبة معينة أيضا هذه العضوية مجانية وطول العمر وتؤهلك إلى عروض ومكافآت وتدريبات أيضا تورث هذه العضوية بعد الموت وبعد الرحيل هذه العضوية تنتقل إلى أهلك وذويك وبالتالي تستفيد بإذن الله تعالى هناك سفريات مجانية رحلات دولية إلى أجمل بقاع الأرض تقدمها الشركة للذين يحققون التارغت كيف ينمو هذا الفريق؟